فحص قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية وذلك لتحديد مستحق الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأطحى المبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تعالوا وتتردد تكبيرات العيد بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان حيث حرص قطاع الحماية المجتمعية على إقامة صلاة العيد والاحتفاء به وسط النزلاء كأحد محاور السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وتحرص من خلالها على إحياء المناسبات الدينية وقيمة الاحتفالية بحضور قيادات القطاع وشيوخ الأزهر أتينا وشاركنا النزلاء فرحتهم بشعرة الله وامتزجت هذه الفرحة فرحتهم بقرار العفو الرئاسي وهذا قرار محمود من الدولة المصرية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يجعلها أمنة مطمئنة سخاء الرخاء وأن يحفظها من كيد الأعداء والعيد بالنسبة لفرحتين فرحة أننا صليت في المسجل صلاة العيد والفرحة التانية أننا أعيد مع أهلي برة واشكر سترسع فتاة السيسي على العفو وإن شاء الله ربنا يكرمنا مع مش غلط تاني حسيت أننا نفوصت أهلي وناسي وأننا طلقت برة خلاص الحمد لله كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بهذه المناسبة النهاردة إحنا جايين عشان نعيد على أخواتنا المسلمين زي ما قوم هم عيدوا علينا في عيادنا المؤسسة عقبية ما بقتش بتنفذ عقوبة على حد عمل وخالفة دي بقت بتساعد حد عشان يبقى أفضل وقد أقيمت احتفالية للمفرج عنهم بقاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان في ضوء النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر والتي قامت بتقويم سلوكيات النزلاء وساهمت في تأهيلهم وفق برامج إصلاحية متطورة للانخراط في المجتمع وقد تم الإفراج بالعفو عن 2374 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 265 لعام 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المباركة وجاء الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد عقد لجان العفو اجتماعاتها والاطلاع على ملفات النزلاء لمعرفة من تنطبق عليهم شروط العفو والتي أصفرت عن الإفراج عن هذا العدد مكنتش متوقع اللي أنا خارج في العفو وهم خبطوا عليا والحمد لله لقيت اسمي جا في العفو اللي أنا خارج عايض مع أهلي وعايض مع أخواتي وولادي والحمد لله مع كل الناس اللي أنا عرفها الحمد لله مبارح الجو قالوا لي أنت مروحة في العفو فأنا مكنتش مصدقة نفسي أن أنا عايض وسط عيالي الحمد لله طبعاً بنشكر السيد رئيس الجمهورية على إكرامه ولينا بالعفو أنه سمح لنا بفرصة أنه نعيد مع أولادنا وأهلنا ودي كانت أكبر شيء يعني بالنسبة لنا وأكبر هداية بالنسبة لنا فرحة كبيرة على وجوه المفرج عنهم امتزجت مع فرحتهم بالعيد حيث سيقضون العيد وسط أهلهم وذويهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة لبداية حياة جديدة فرحة من السيعانة ولا إحنا ولا في البيت والأهل كلهم فرحانين ومصر كلها فرحانة اللي بخرج العفو اللي طالع كثير النهاردة كان لسا عقدامه كثير وكل الشكر والتقدير للسيد رئيس عفتاح السيسي ربنا يحفظ لنا ويخليه المصر إن شاء الله النهاردة عادي وعادي الدنيا بحالة الحمد لله الحمد لله اشتركوا في القناة